وللمزيد من المتابعة حول افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة المنصورة الجديدة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادية دكتور وليد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بأن قوة الدولة المصرية تنبع من فهم الموارد الخاصة بها في التنمية وتوظفها بشكل الأمثل كيف ترى هذا الأمر؟ الواقع أن ما تحدث لي السيد الرئيس قد تم تنفيذه بالفعل من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي فالدولة المصرية غنية بالموارد غنية بالإمكانيات لديها اقتصاد كبير ومتنوع ولكن هذه الموارد كانت بمثابة طاقة كاملة تحتاج إلى إعادة اكتشاف تحتاج إلى موارد مالية لتنفيذ الأفكار الأفكار في حد ذاتها لا شيء المخططات هي مجرد أفكار على الورق ولكن التنفيذ كيف يمكن أن يتم تنفيذ هذه المخططات؟ كانت البداية من إصلاح مالية الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو الأمر الذي جعلها تحوز ثقة المؤسسات الدولية وجعلها قادرة على تمويل مخططات التنمية التي تكون واقعا ملموس على أرض الواقع نحن الآن أمام حلم قديم فكرة إنشاء مدينة المنصورة الجديدة هي حلم قديم ربما من الخمسينات والستينات من الكرن الماضي فكيف يمكن لهذا الحلم أن يتحقق على أرض الواقع؟ هذا ما تم وهذه هي الصعوبة فهناك الكثير من الأفكار هناك الكثير من الموارد عندما نتحدث في أن دولة من دول العالم تمتلك بحار أو تمتلك أنهار كل دول العالم لديها موارد ولكن عظمة مشروع التنمية الحالية أنه استطاع اكتشاف الموارد المصرية من خلال قدرة على جذب التمويل وقدرة على جذب الاستثمار وخيال طموح ففكرة إنشاء مدينة المنصورة الجديدة لم تتم وفقا لآليات الماضية ولكنها تتم الآن وفقا لآليات المستقبل هي تنفذ لكي تكون مدينة من مدن الجيل الرابع التي تراعي اعتبارات المناخ التي تراعي اعتبارات التكنولوجيا هي مدينة لعقود قادمة وليست فقط مدينة للحياة والمعيشة فيها وفقا لآليات العاصر الحالي وكذا تم اكتشاف قدرات الدولة المصرية في تلك المنطقة وهو ما يقودنا إلى إجراءات تصحيح المصار فيما يخص المدن الساحلية بشكل عام يعني كيف تتحول هذه المدن المنصورة الجديدة ضميات الجديد العالمين الجلالة كل هذه المدن سواء المطلة على البحر المتوسط أو البحر الأحمر إلى مدن مستدامة كافة فصول العام يكون فيها حياة نشاط اقتصادي خدمات مقدمة عملية تعليمية متكملة يعني كيف يتحقق هذا على أرض الواقع خلينا أقول لحضرتك أن عملية التحول نحو الاستدامة هو له محورين محور الدولة بتشتغل عليه في المدن القديمة بأن يتم تحويل المدن القديمة إلى مدن مستدامة بصورة تدريجية بنلاحظ تنفيذ ذلك حتى في القاهرة في مشاريع النقل بالغاز الطبيعي المونوريل بالطاقة القهربائية غيرها من المشاريع أما بالنسبة للمدن الجديدة سيما السحلية منها فهي مدن لابد أن تراعي اعتبارات يعني إذا كنا نتحدث عن الاقتصاد الأخطر ومشروعاتها التي تراعي بها فلابد من أن تكون هذه المدن أيضا تراعي اعتبارات الاقتصاد العزرك وهو اقتصاد البحر والمحيطات والاستفادة من الميزة النسبية التي تكتسبها تلك المدن بكونها مدن على شاطئ المتوسط في أن يكون لها استغلال يراعي البيئة للموارد البحرية في تلك المناطق بصورة عامة نعم ومن ثم تكون المردودات الاقتصادية بالشكل الأكبر أو الغير المسبوق المردودات الاقتصادية بتختلف من منطقة إلى منطقة أنا لما بتكلم عن مشروع تنمية سيناء بنلاقي هناك تركيز على المعادن وربط مناطق التعدين مع مناطق التصنيع مع مواني التصدير لما بتابع في السعيد المصري وإزاي أنه بيتم ربط السعيد المصري بالسواحل يعني أنا عندي مشروع تنمية المجرى الملاحي لنهر النيل لأن يكون هناك انتقال المنتجات إلى ميناء دمياط وإلى ميناء الإسكندرية والميناء الإسماعيلية عن طريق نهر النيل فإننا نربط التنمية في السعيد بالموانئ في المتوسط وموانئ البحر الأحمد هكذا يتم اكتشاف كل منطقة حسب الميزة النسبية لها عندما تحدثنا عن قفر الشيخ فكانت هناك بركة غليون والاستفادة من الصروة السمكية عندما تحدثت عن السحل الشمالي الغربي كيف أن هناك اكتشاف لمنطقة العالمين الجديدة للوصول إلى منطقة ومدينة عالمية تفوق خيال المصريين أنفسهم كل منطقة لديها خصوصية بيتم التعامل مع هذه الخصوصية بصورة تراعي اعتبارات التنمية المستدامة وتراعي أليات وضوابط جذب استثمارات أجنبية في كل المجالات سواء في مجال الإسكان أو في مجال تقديم الخدمات بما فيها خدمات الصحة والتعليم وكذا الامتدادات الصناعية لتلك المدر أو حتى في الوجهات الاستثمارية المختلفة يعني استراتيجية مصر في التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الطاقة خاصة إلى القارة الأوروبية وأيضا مشروعات الربط الكهربية مع الدول العربية الشقيقة يعني برأيها كيف تتحول هذه المدن إلى مجتمعات متكاملة ليس فقط للمصريين لكن أيضا للمستثمر أو من يريد أن يأتي إلى الأراضي المصرية للاستثمار فيها أو حتى كحلقة وصل للوصول إلى إفريقيا منها من حيث تخطيط هذه المدن مخططة على أعلى مستوى وهي ترعي كل الاعتبارات من حيث الترويج أتصور أن تصليت الضوء عليها وزيارة السيد الرئيس ووجود السيد الرئيس في حد ذاته بيلقي الضوء بصورة كبيرة جدا على هذه الكنوز التي تمتلكها مصر على أرض الواقع يعني جميعنا عندما يشاهد هذه التقارير وهذه التغطية الإعلامية في وجود السيد الرئيس بنشوف صلواتنا وبنشوف إمكانياتنا وفي نفس الوقت وجود السيد الرئيس بيعطي القوة وبيعطي الزخم وبيعطي الثقة في أن هذه المشروعات مدعومة من القيادة السياسية وأن المستثمر الذي يعمل في تلك المناطق هو محل رعاية متكاملة بدءا من القمة برعاية السيد الرئيس مرورا بكافة المؤسسات التي تقدم له كل الدعم لكي يستثمر في تلك المناطق أتصور أن ما ينقصنا هو استجابة الكتاع الخاص الكتاع الخاص مطالب بمرونة أكبر مع ما تقدمه الدولة من حوافظ ودمانات نحن أمام اقتصاد حر الاقتصاد الحر بنطلق عليه اقتصاد المبادرات الفردية هذه المبادرات الفردية لابد أن تخرج من الكتاع الخاص لتستغل هذه الموارد لا نزعم أن الأمر لا يخلو من التحديات دائما التحديات موجودة ولكن الدولة المصرية واضحة ومنذ المؤتمر الاقتصاد الأخير هي واضحة بأنها مرنة جدا في السماع لكافة التحديات الكتاع الخاص والاستجابة لكل ما يواجه الكتاع الخاص من أزمات وتستجيب إلى مطالباته وتتفاعل مع ما يواجهه من تحديات التنمية لها عنصرين عنصر حكومي وعنصر يقدمه الكتاع الخاص الدولة قلت بواجبها وأنا الأواني الكتاع الخاص بأن يقوم بدوره توطين الصناعة وتقليل فطورة الاستيرات قضية شائكة ولها العديد من المحاور التي يجب أن تراعى من أجل الوصول إلى أهدفها برأيك كيف تستطيع مصر السير بمعدلات مرضية للنمو المنشود من أجل توطين صناعة من أجل زيادة تصادرات من أجل توفير عملة أجنبية من أجل الإفاء باحتياجات السوق المحلية الداخلية يعني الدولة المصرية صارت في هذا الملف بصورة متدرجة المرحلة الأولى إصلاح ماليتها المرحلة الثانية كانت بتتركز على إنشاء البنية التحتية والأراضي الصناعية والمحاور المرورية والموانئ وغيرها من المرافق مهم جدا كان توفير الكهرباء وتوفير الغاز الطبيعي باعتبرهم الوقود الذي سيحرك الصناعة كان أيضا شيء مهم أن قامت الدولة بالانخراط في التكتلات الاقتصادية العالمية كوميسا الإفريقي ضد التجارة الحرة الإفريقية حتى يكون هناك متنفس للسلع عن تنطلق إلى الخارج ولكن الظرف العالمي الحالي خلق الخصوصية مهمة جدا وهي أن المنتجات التي كان استرادها أسهل باعتبر أن تكلفة استرادها ربما تكون أقل تكلفة من إنتاجها في مصر الأمر اختلف مع حالة التدخم العالمي وارتفاع الأسعار وارتفاع تكلفة النقل ومشاكل ثلاثة للإمداد خلق الأمر ميزة نسبية للإنتاج في مصر مصر لديها قطاع استهلاكي كبير أكثر من 100 مليون مستهلك مصر لديها امتدادات في الدول العربية والدول الإفريقية مصر لديها المواد الخام مصر لديها في هذه المنطقة المتوسطة وفي وجود الطاقة وفي وجود حوافظ استثمار تم خلق مزايا نسبية جديدة تسمح للقطاع الخاص بأن يعمل الدولة المصرية قامت بيئة الكثير من المبادرات في ذلك أذكر مبادرة إبدأ التي تحولت منها وخرجت منها شركة إبدأ الجاهزة للشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج سلع تحل محل الوردات وتم تحديد مجموعة من السلع والمنتجات بتكلفة بقيمة تصل إلى 19 مليار دولار إذا نجحنا في تصنيعها في مصر بنكون وقللنا من الوردات المصرية بنحو 19 مليار دولار المبادرة بتعمل في هذا الاتجاه هناك اتجاهات أخرى كاتجاه ما يقوم بيه الصندوق السيادي فيه جذب استثمارات من الخارج ومشاركة مع استثمارات من الداخل هناك اتجاه آخر متعلق بيه وحدة الشراكة مع القطاع الخاص مع وزارة المالية هناك اتجاه متعلق بيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما يقوم بيه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذه المشروعات بنتابع أيضا مشروعات كمشروعات المجمعات الصناعية التي تنتشر في كل مصر الواقع أن تعدد محاور التنمية وتعدد المبادرات بيصب في النهاية إلى تشكيل خارطة متنوعة تؤدي إلى مزيد من الانتاج ومزيد من الاستثمار في كافة بقعة الوطن ملامح جديدة ترسم للجمهورية الجديدة لكن القوام دائما والأساس يكون للمواطن المصري كيف تتحقق هذه المسئولية المشتركة بالشكل الأمثل مع القوى التنفيذية داخل الدولة كل تنمية وكل إنتاج وكل نمو يحتاج إلى عدالة في التوزيع تعمل الدولة على أن تقوم بعدلة التوزيع ولكن عدلة التوزيع مع العدد الكبير هي عدالة في توزيع القليل لابد أن يتم السيطرة على زيادة السكان حتى عندما نتحدث عن عدلة التوزيع يكون ما يصل إلى المواطن زو قيمة تجعله يشعر بصمار التنمية نريد السيطرة على الزيادة السكانية الزيادة السكانية تلتهم سمار التنمية إذا كانت الدولة بتعمل على زيادة معدلات التنمية فيجب علينا أن نقلل من زيادة معدلات زيادة السكان حتى تصبق معدلات التنمية معدلات الزيادة مما يؤدي إلى أن يكون هناك حصة مناسبة لكل مواطن من صمار التنمية تجعله يشعر بها نعم المعدلات غير المسبوقة في الإنجاز أو عنصر الزمن وعجلة التسابق مع الاحتياجات الخاصة بالمجتمع المصري كيف ترى للأسف كانت في فترات الاضطراب السياسي كان يتم تصدير صورة سلبية بأن زيادة السكان خيرا وأن من زيادة السكان طروة بشرية الواقع أن السكان بالفعل طروة بشرية ولكن لدي منها الكثير فلابد أن يكون هناك تناغم وتوازن ما بين عناصر الإنتاج إذا كان لدينا السكان ولدينا المواد الخام فإننا نحتاج إلى استثمارات فرصة العمل الواحدة بتتكلف ما يجاوز 500 ألف جنيه مصري بالتالي فإذا كان السوق المصرية بتدخلها نحو 800 ألف وافد جديد سنويا فإننا نحتاج إلى استثمارات هائلة هذا الأمر لا يمكن الاستمرار فيه وفقا لهذه المعدلات من الزيادة السكانية أتصور أن الأمور أصبحت أكثر وضوحا في الفترة الأخيرة مع انتلاك الدولة المصرية لمشروع متكمل للحد من الزيادة السكانية نحن مطالبين بصورة كبيرة بأن نتجاوب مع هذا المشروع الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية من يتحدث عن عدد السكان في الصين أو الهندة أو غيرها الصين قامت بقانون الطفل الواحد يلزم الأسر بأن تنجب طفلا واحد لعشرات السنوات الهندة بتستخدم وسائل لتنظيم الأسرة قاسية جدا ولكن نحن نحتاج أو الدولة المصرية بتتعامل مع هذا الملف بأسلوب هادئ وبأسلوب واسق بقي أن يكون هناك توعية وأن نعي نحن كمصريين خطورة هذه القضية حتى يمكن أن نشعر بصمار التنمية فمن يسأل عن صمار التنمية يسأل نفسه قبل ذلك عن زيادة السكان مجرد زيادة طفل واحد في أي أسرة أتصور أنه هيكون صعب جدا أن يشعر بصمار التنمية مع ارتفاع تكلفة التربية قضية الوعي بشكل عام وتنمية هذا الوعي من أجل بناء الجمهورية الجديدة أشكر جزيلا شكر الدكتور وليد جبالة الخبير الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر